وضوح الامور من البداية في هذا الامر طيب هنعمل برنامج البرنامج ده ايه نمر واحد لا تفريطة في هوية مصر مصر ليه هوية وله عادات وتقاليد اي افكار لالنيل من هذه الهوية العربية الاسلامية الافريقية هو عبث بتاريخ طويل وبنضال شعب ناضلة عشرات السنين لكي يحافظ على هوياتي التي يعبث لها في التحسين السنين والكلام مش محتاج توضيحه لو محتاجها اقول اتنين الديمقراطية والعدالة والحرية ثم التوجه الاقتصادي ايوة مع فتاح سيسي بيمارس الليبرالية الوقحة اللي هي تفكيك الدولة بيعها صندوق وجيش صندوق يحط فيه كل الاملاك وسيأتي ذلك في الحوار في الجزء التاني حط فيه كل الاملاك فتلاقي الفنادق في الصندوق وتلاقي الخنادق في الصندوق وتلاقي العثار في الصندوق طب وزارة العثار تعمل ايه اسكوتينتا وزارة السياحة تعمل ايه اسكوتينتا ده كلها في الصندوق عند محمد عم فتاح السيسي لا كده تزوب الدولة مفيش آآ شركات قطاع عام مفيش حكومة شركات حكومية فانت هيبقى قاعد على تلها ده مش اقتصاد وده مش توجه اقتصاد وانا اعلن من الان انه التوجه الاقتصاد الصحيح هو الاختصاد الاجتماعي الذي يراعي ويحمل الطبقات الدنيا بدلا من ده اسعى مع حرية التملك والشركات وغير وابعاد الجيش عن الاقتصاد تماما جيش ومخابرات ودخلية لو مفيش ده متى التوجه انت بنلعب بقى مع بعضنا ايه بكرة هنشوف وبعد هنشوف الكلمة للشعب صاح الكلمة للشعب الشعب ده هو صاحب الكلمة وهو صاحب الكلمة الاولى والاخيرة مش كل ما نزعل اصل اكتشفنا ان الاسلاميين دخلوا وكذبوا اصل خدوا المحليات اصلهم عن الكلام ده يعني يتقبل بالليلة زي ما هي متقبلش لنا عادتنا وتقاليدنا التي لا يمكن ان ننسخ من اوروبا عادات وتقاليد وده اللي انا اصدته في المقدمة احنا شعوب لنا ثقافة ولنا احترامنا ولنا تقاليدنا وهما شعوب لهم ثقافتهم ولهم تقاليدنا واحنا مش جزء من الغرب ولن نكون ولا نتمنى ان الغرب يكونوا شرقا الشرق شرق والغرب ايه غرب معروفة الياباني بيعمل كده ربما ما نجحتش ولا امريكا انها تقول له بطل يا ملعجاة دي اقولها ليه ليه ما فيش كده فهحترموا هذه الثقافة اتمنى اشتركوا في القناة